اجتمع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عبر تقنية الاتصال المرئي مع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفي بداية الاجتماع رحب سموه بمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مشيدا سموه بجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تنفيذ رؤى وتطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء من أجل رفعة وتقدم المملكة وخلال الاجتماع بحث سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع الوزير سبل التعاون بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومناقشة مجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما استعرض سموه عددا من الخطط والبرامج ضمن استراتيجية الهيئة من أجل تنفيذها خلال الفترة القادمة على الشكل الذي يسهم في تطوير المنظومة الرياضية وفق رؤية البحرين عشرين ثلاثين بما يتوافق مع برنامج التوازن المالي كما حضر الاجتماع ساعدة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر ترجمة نانسي قنقر